نرفض أن نتأثر بالعقوبات على روسيا ولسنا طرفاً في أزمة أوكرانيا هكذا صرح وزير الخارجية الصيني وانجي عقب اجتماع وفداي بكين وواشنطن في روما فاللقاء بين قبي الاقتصاد العالمي لم يفلح في رأب صدع خلافهما بشأن الأزمة وتبادلت الولايات المتحدة والصين على إثره الاتهامات فبكين أعلنت صراحة أنها تقف على الحياد بشأن الصراع رافضة تسمية ما يجري بالحرب واتهمت واشنطن بنشر معلومات مضللة حول طلب روسي للصين بإرسال إمدادات عسكرية موقف الصين إزاء القضية الأوكرانية ثابت وواضح هدفنا هو خفض التوتر وإنهاء الصراع في أقرب وقت ونعتقد أن مزيداً من الدول ستتفهم وتدعم موقفنا حيال الأمر أما الجانب الأمريكي فواصف موقف الصين بالمنحاز والمقلق للغاية وحذرت الخارجية الأمريكية بكين من مغبة أي محاولات لمساعدة روسيا على تعويد خسائرها وتتخوف الإدارة الأمريكية والغرب من احتمالية استغلال الصين للأزمة في تعزيز مصالحها طويلة الأمد ورغم تحذيرات واشنطن لبكين من دعم موسكو فإنها لم تحدد طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها حال مخالفة ذلك وبلغة الأرقام يعد التنين الصيني أحد أكبر مصدر المنتجات إلى الولايات المتحدة والشريكة التجارية الأول للاتحاد الأوروبي ما يجعل من إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد بكين أمرا غير واقعيا تنعكس تداعياته على جميع الأطراف